طبعاً كلنا تباعنا مبارح والعالم كله كان يترقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم كان مهم جداً في حياة العالم دراما سياسية كده بنتبحها عبر الشاشات فاز دونالد ترامب على كامالا هاريس وعاد مرة أخرى إلى البيت الأبيض ترامب يعود ليحكم الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة طبعاً تحليلات كتيرة جداً حول هذه العودة من جديد الخطوات اللي حيبدأ يتخذها ترامب طبعاً مع بداية ولايته وتقلده المنصب في شهر يناير 2025 تساؤلات كتيرة تهم مصر تهم العالم العربي تهم المنطقة بشكل كبير إيه هو تأثير السياسات الأمريكية على المنطقة العربية على الصراع في الشرق الأوسط التحديات طبعاً اللي بتواجهنا كل يوم أسئلة كتيرة جداً بنفكر فيها مصارات جديدة ممكن تتغير في المنطقة بشكل كبير التحليلات كمان هتكون الفترة اللي جاية إذن انتهت الانتخابات الأمريكية 2024 ودونالد ترامب أصبح رئيساً فعلياً للولايات المتحدة الأمريكية صحيح محمد أنت كمان بتتكلم عن قضايا الشائكة خاصة أنه كان لي تصريح خلال حملته الانتخابية بأنه جاي عشان يوقف الحروب وينهيها العالم كله منتظر بيشوف ترامب هيقدر إزاي يتعامل مع القضايا الشائكة دي وهل هيكون في حلول سريعة ومباشرة ولا هيحتاج وقت طويل عشان يحقق أي تقدم كمان الناس عايزة تعرف هل هيغير طريقته عن ولاية الأولى ولا هيكمل على نفس الطريقة ده فلنا دينا الأسئلة المهمة أو المحورية فيما يتعلق طبعاً بالسياسة الخارجية وطبعاً الناخب الأمريكي ينتظر الكثير من الوعود الانتخابية اللي قطحها على نفسه ترامب خلال حملته في الانتخابات الرئاسية فوز دونالد ترامب بيثير فضول العالم كله ممكن هذا الفوز يفتح باب جديد لحل الأزمات وممكن يزيد أو يعمق من الأزمات الموجودة في العالم سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو الحرب على قطاع غزة أو غيرها كل الأنظار بتتوجه إلى البيت الأبيض خلال الفترة المقبلة هل هيستطيع ترامب أن يقدم نفسه بشكل جديد مختلف عن فترة رئاساته السابقة للولايات المتحدة الأمريكية هل ممكن يفتح باب لفرص جديدة حلول سياسية جديدة إزاي حتكون العلاقة مثلاً ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الدول الكبرى وإحنا عارفين طبعاً ما بين دونالد ترامب وبوتين العلاقة ما بين أمريكا والصين الصراعات في المنطقة الإقليمية الشرق الأوسط الاقتصاد طبعاً والنظرة الأمريكية للاقتصاد العالمي والتحالفات الجديدة هل هيكمل في المنافسة الشديدة الفترة المقبلة ما بين أكثر من طرف في العالم ولا هيكون في استراتيجية هادئة لتحقيق مصالح مشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم خياني أقولك يا محمد أن الخلاصة أن الأيام اللي جاية هي اللي هتبين بقى شكل السياسات الجديدة وتدعيتها علينا وعلى العالم كله بعض الدول العربية رحبت بفوز ترامب على رأسها مصر طبعاً وعلى الجانب الثاني إيران الآن من احتمال رجوع سياسة الضغط الأقصى اللي كان بيتخدمها ضدها وده اللي مخليهم مترقبين وحذرين أما بالنسبة لإسرائيل فهي شايفة فوز ترامب فرصة كبيرة لتقوية تحالفها مع أمريكا اللي بيخدم طبعاً مصالحها بشكل واضح في المنطقة وأكيد الأيام اللي جاية زي ما بيقول هي اللي هتكشف لنا كل الحقيق وإزاي تعامل ترامب مع السياسات الخارجية وفي قضايا الشرق الأوسط والقضايا الدولية كمان مرة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر